بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد العزائي الطلباء السلام عليكم نبالي بدي كين طلباء عندهم مشكلة مع حساب نهاية مركب الدوال خاصة الدوال الأرسية والدوال ذات الأساس A والدوال اللغارتمية اليوم بإذن الله في هذا الفيديو خفيفا ظريف موش طويل أمثلة بسيطة جبت لكم واحدة طريقة سهلة جدا جدا صح هذا الطريقة يقول لك إذا كان عندك ليمت أفدو إكس عادي جدا لما إكس تقول إلى A تطينا سي إذن إذا لميت بي أفدو إكس لما إكس تقول إلى A هذا البي كما تقدر يكون عادد أس دالة يعني دالة أسية ذات الأساس A كما يقدر يكون ليمت أسية كذا يعني البي يقدر يكون أسية إذن وش تساوي تساوي بأسية الليمت يعني نحسبها في اسما كما رأي الفوق نحسب الليمت تعل أفدو إكس هذي اللي نصيبها نتيجتها نحط هنا بأس كذا لكانت أسية 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 نفس الشيء إذا كان عندك ليمت ألان أفدو إكس يعني إذا كأو إكس تقول إلى A نحسب الآلان ليمت أفدو إكس وحدها لذا خلقي ما راهي صحا ومن بعد النتيجة اللي نصيبها نحطها لهنا سي بشرط أنه سي هذيك تكون أكبر أو تشوي السفر مثلا نصبنا آلان واحد نديرو صفر ثاني حاجة ما ينشرح نعطيك أمثيل عليها بس هنأطيها لك للفضول هي نفسها كما الآلان لأنه ما منظر شلي كانت تمرين عليها صح ليمت لوق ذات الاس اس بي نفس الشي كما الآلان لاحظ نفس الطريقة نفس الطريقة صح من قبل وش كنت تديرو من قبل تعلمتو واحد الطريقة وش هي هي طويلة هي نفس الطريقة بس هذي أسهل منها خاصة بالنسبة للآلان والأرسية ما وش تعلمنا من قبل واحد الطريقة تعلمناها إذا كان أف دو إكس تقول إلى البي لما إكس يقول إلى أ وكانت عندنا ج دو إكس تقول إلى أل يعني ده لا مركبة لما إكس تقول إلى البي صح أف دو إكس تقول إلى أل لما إكس يقول إلى أ هذا الطريقة اللي كنا نديروها من قبل هذي شوية تدي منك الوقت ودركوا نشوفه تدي منك شوية وقت أنا جبت لك طريقة أسهل من الأولى مثلا لو جيت قتلك لميت نبدأ بمثال ذات الأدلة ذات الأساس أ لما إكس تقول إلى الصفر ثنين وثلاثة إكس نقص الواحد وش قلنا؟ قلنا هنا عندنا إثنانة والأف دو إكس هي ورائد ثنين إكس نقص واحد معنية إلا ندير لميت تعل أف دو إكس وخلاص هذه تساوي إثنانة لميت ثلاثة إكس زائد الواحد لما إكس تقول إلى الصفر معنتها تضيني نقص واحد تساوي إثناني أس نقص واحد ومنه تساوي النصف لاحظ سهلة جدا جدا طريقة سهلة جدا جدا لو جيت قتلك لميت فيما كان البندر الأسية لميت أسية أنا نعطيكم بأمثلة بسيطة أسية ثنين إكس المهم أنت هناك إن دالة يعني مركبة هذه دالة مركبة أسية ثنين إكس يعني أسية أولي إكس صح لما إكس تقول إلى ناقص لا نهاية مثلا واشتطينا تطينا أسية لميت ثنين إكس لما إكس تقول إلى ناقص لا نهاية بالطبع تطينا أسية ناقص لا نهاية وأسية ناقص لا نهاية تساوي صفرة زائد هذا المثالين لاحظ شكون هذا وهم وراها هاي الطريقة تحت عادي جدا جدا لماذا؟ لأن السي وراه السي هاي وراه هاي ثنين أس السي الأسية أس السي هاي وراه السي ثنين نقوم بعمل ثنين نقوم بعمل ثنين نقوم بعمل ثنين إكس نقوم بعمل ثنين إكس ناقص الثلاثة لما إكس يقول إلى الثلاثة نحن نقوم بعمل ثنين إكس ناقص ثلاثة لما إكس يقول إلى الثلاثة الثلاثة معناتها تقول لنا ثنين إكس ناقص ثلاثة ثنين في ثلاثة ربعة ونقص الواد معناتها تعطينا ألان واحد ألان واحد لأن الليميت التاح هذه واحد صح ألان واحد ألان واحد يسوي الصفر هذا ما كان نزيدكم مثال آخر ونكمل الفيديو لأنه كان فيديو أخفيف تعتم به إلى طريقة سهلة لميت ألان إكس على إكس مربع زائد واحد لما إكس يقول إلى زائد لنهاية تعطينا لميت لا لا تعطينا ألان لميت لما إكس يقول إلى زائد لنهاية إكس على إكس مربع زائد واحد كيكون عندي دلة كما هذه ناطقة دلة ناطقة كما هكا نديرو الحد ذو أكبر أس أس فالبسط على الحد ذو أكبر أس في المقام معناتها تسوي لي ألان لميت 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 لما إكس يقول إلى زائد لنهاية إكس على إكس مربع فقط يعني مهما كانت الدلة فالبسط الفوق كثير حدود ومهما كانت درجة تاعه ودلة في المقام التحت كثير حدود لأن الدلة ناطقة هي كثير حدود على كثير حدود ندو إلا وستقل أكبر أس وبسط على الحد ذو أكبر أس في المقام هذا المكان ومع ده وشي صار تروح هذه إكس مع واحدة من هذه وش تولينا تولينا تساوي هذه الألان تساوي ألان لميت لما إكس يقول إلى زائد لنهاية واحد على إكس واحد على إكس معنى تطينا واحد على زائد لا نهاية ونعرفوا باللي واحد على زائد لا نهاية وش يطينا يطينا السفر طريبا ويعني A على لا نهاية بصفة عما يطينا السفر بعد نعب الإشارة يعني وش يطينا يطينا السفر زائد معنى تساوي أعلان صفر أعلان صفر يساوي ناقص لا نهاية إذن شفتوا الطريقة هذه أسهل بكثير على الطريقة اللي كنا نتخدم بها من قبل إن شاء الله أعزائي الطلبات تكون هذا العصر الدقائق اللي فوتنا مع بعض عما تعليكم بالفائدة لا تنسونا من صالح دعائكم إلى أن ألتقي بكم في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته